هذه الرواية التي أريد قراءتها عليكم قرأتها في الحلقات المتقدمة لكنني سأعيد قراءتها لأنها تنسجم مع التفاصيل التي طرحتها بين أيديكم في هذه الحلقة حينما نجمع المعطيات بنحو يوضح اللوحة والصورة النهائية الكاملة فإننا نستطيع أن نشخص أين سنضع أقدامنا هل في الموطن الصحيح أم في الموطن غير الصحيح الكتاب الذي بين يدي من كتب المخالفين كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال إنه جامع من جوامعهم الحديثية الكبيرة كنز العمال للمتقي الهندي المتوفى سنة تسعمية وخمسة وسبعين هجري قمري وهذا المجلد يشتمل على الجزئين الثالث عشر والرابع عشر هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان تحقيق محمود عمر الدمياطي إذا ما ذهبت بكم إلى صفحة ميتين وواحد وخمسين من الجزء الرابع عشر رقم الحديث تسعة وثلاثين ألف ستمية واثنين وسبعين إنها خطبة منقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينقلها الأصبغ بن نباتة بحسب المصدر الخطبة طويلة سأذهب إلى موطن الحاجة منها الذي يرتبط بموضوع حلقتنا هذه حينما قرأت عليكم ما قرأت عليكم في الحلقات الماضية قلت لكم هذه الخطبة تعرضت لتحريف وتصحيف وتقديم وتأخير لكنها في نهاية الأمر ستعطينا صورة تكشف لنا عن أننا في زمن قريب من زمان ظهور الحجة بن الحسن وهذا هو الذي نبحث عنه هكذا جاء في هذه الخطبة بحسب ما نقله المتقي الهندي في كنز العمال ويح لفراخ فراخ آل محمد قلت لكم هذا التعبير إن كان دقيقا ففيه إشارة من قريب من بعيد إلى عش آل محمد إنها مدينة قم آل محمد هم الذين وصفوها بهذا الوصف وقد قرأت عليكم الروايات والأحاديث ويح لفراخ فراخ آل محمد الحديث عن الشباب الذين قتلوا من شيعة العراق في الأعم الأغلب من الشباب قتلوا في السجون والزنزانات أو قتلوا في الانتفاضة الشعبانية في المظاهرات أو قتلوا في المقابر الجماعية الشيعية أو الذين قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية الذين ساقهم صداموا إلى هذه الحرب والذين قتلوا من الإيرانيين أيضا بسبب صدام في الحرب أو في القصف والتدمير فنسبة الشباب كبيرة في المجتمع الإيراني والذين جندلوا وقتلوا في جبهات القتال في الحرب العراقية الإيرانية الأعم الأغلب من الشباب ويح ويح لفراخ فراخ آل محمد من خليفة موطن الخليفة أين في بغداد الخلفاء أين في المدينة وانتهى عصرهم في دمشق وانتهى عصرهم آخر مدينة للخلفاء بغداد العثمانيون سلاطين الصفويون سلاطين ما هم خلفاء آخر الخلفاء هم خلفاء بن العباس أين في بغداد فهذا المصطلح يشير إلى بغداد مثلما هذه العبارة فراخ فراخ آل محمد تشير إلى عش آل محمد إلى قمهم إلى مأوى الفاطميين إلى مستراح الشيعة إلى المدينة المقدسة المطهرة هكذا وصفوها إلى المدينة الزهراء هذه أسماؤها وأوصافها في رواياتهم وأحاديثهم ويح لفراخ فراخ آل محمد من خليفة جبار عتريف العتريف هو الذي ذهب في جبروته وضلاله إلى أبعد الحدود جبار عتريف مترف مستخف بخلفي وخلف الخلف وبالله لقد علمت تأويل الرسالات وإنجاز العداد وتمام الكلمات وَلَيَكُونَنَّ مَنْ يُخْلِفُنِي فِي أَهْلِ بَيْتِي رَجُلٌ يَأْمُرُ بِاللَّهِ هَلْ يَنْطَبِقُوا هَذَا الْكَلَامُ عَلَى المَشْرِقِيينَ الَّذِينَ لَا يَدْفَعُونَهَا إِلَّا إِلَّا صَاحِبُكُمْ الَّذِينَ قَتْلَاهُمْ شُهَدَاء أَمْ أَنَّ الْكَلَامُ هُنَا عَنْ صَاحِبِ الْأَمْرِ عَنِ الْحُجَّةِ ابْنِ الْحَسَنِ الخطبة فيها تقديم وتأخير فيها اضطراب واضح وَلَيَكُونَنَّ مَنْ يَخْلُفُنِي في أهل بيتي رجل يأمر بالله قوي يحكم بحكم الله وذلك بعد زمان مكلح مفضح إنما يكون الزمان مكلحاً مفضحاً عندما يكون الزمان بعيداً عن محمد وآل محمد هذا هو الزمان المكلح المفضح وذلك بعد زمان مكلح مفضح يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء ويقبل فيه الرشاء فعند ذلك في مثل هذه الأجواء يبعث الله رجلاً من شاطئ دجلة لأمر حزبه هناك حزب وهناك دجلة يحمله الحقد على سفك الدماء على سفك دماء العراقيين من الشيعة ومن الأكراد على سفك دماء الإيرانيين على سفك دماء الكويتيين من الشيعة والسنة من العرب وغيرهم الذين كانوا يقطنون في الكويت فعند ذلك يبعث الله رجلاً من شاطئ دجلة لأمر حزبه يحمله الحقد على سفك الدماء قد كان في ستر وغطاء حينما كان نائباً للبكر إجرامه لم يكن واضحاً عند الجميع عند الذين يعرفونه نحن الذين كنا نعارضه نعرف ذلك لكن الأمر ما كان واضحاً عند الجميع لم يكن واضحاً عند كل العراقيين حينما كنا نعارض البعثيين آنذاك كنا نلام حتى من أقرب الناس إلينا فصدام كان في ستر وغطاء قد كان في ستر وغطاء فيقتل قوماً وهو عليهم غضبان شيعة العراق شديد الحقد حران في سنة بخت نصر هل تريدون هل تريدون قرائنا وأخصاف أكثر من ذلك تتحدث عن صدام يسومهم خسفاً ويسقيهم كأساً وقلت لكم في حينها في النسخ القديمة لهذا الكتاب وكانت عندي نسخة قديمة أياماً كنت في مدينة قم ويسقيهم كأساً مصبرة الكأس المصبرة إنه القتل والإعدام شنقاً هذا هو القتل بكأس مصبرة لأن المقتول يؤتها به رغم أنفه وهو يرى الحبل الذي سيشنق به وأمام عينيه يرى الطريقة التي سيقتل بها وحينما يعلق بالحبل حتى تخرج روحه من جسده يعاني ما يعاني ولو كان لفترة قليلة إنها كأس مصبرة إنها كأس مرة يحتاج الإنسان في شربها إلى صبر إلى تحمل تصبر فعند ذلك يبعث الله رجلاً من شاطئ دجلة لأمر حزبه هناك من حركها لأمر حز به لأمر حز به يمكن أن يكون الكلام له معنى ولكنه لا ينسجم مثلما ينسجم المعنى وأنا أقرأها لأمر حز به لأمر حز به فعند ذلك يبعث الله رجلاً من شاطئ دجلة لأمر حز به يحمله الحقد على سفك الدماء تريدون أن تقرؤوها لأمر حز به أنتم أحرار لأمر حز به يحمله الحقد على سفك الدماء قد كان في ستر وغطاء فيقتل قوماً وهو عليهم غضبان شديد الحقد حران في سنة بخت نصر إنه نبو خذ نصر هو هو يسومهم خسفاً ويسقيهم كأساً مصيره مصير هذا الرجل مصيره سوت عذاب وسيف دمار رجاء اعرض لنا الفيديو الذي يذكرنا بصدام والحرب العراقية الإيرانية سيصال احد من المسك 배عي في الوقت حران رجاء اخوص سعيد عدد عزيز سعيد عزيز من المسك سيد حزيز اهز حزيز 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 نعم عزيز في المتحد انها لت تحسي اهراني انو الماغ بالتحسي المتحسي التالي المترجم للقناة المترجم للقناة هذا الطاغي مصيره مصيره سوت عذاب وسيف دمار هذا هو الذي جرى على العراق وعلى صدام والبعثيين في القائمة التي أصطلح عليها القائمة القذرة مصيره سوت عذاب وسيف دمار ثم يكون بعده بعد هلاكه ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات مثل ما قلت لكم في حينها بسبب ما فعله مراجع النجف وكربلاء وما فعلته الأحزاب الدينية الشيعية القطبية مراجع النجف وكربلاء تغوطوا في الدين تغوطوا تمام التغوط وكذلك الأحزاب الدينية الشيعية القطبية هي الأخرى تغوطت في الدين وربما كانت مصابة بإسهال شديد لقد تغوطوا في الدين ولا زالوا يتغوطون في ديننا إلى هذه اللحظة تعلمون ذلك أو لا ألا تشمون الرائحة ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات ألا من شط طلفرات إلى النجفات إنها المناطق الشيعية لم يتحدث أمير المؤمنين عن الرمادي مثلا لم يتحدث عن تكريت مثلا عن سامراء مثلا إنها المناطق الشيعية ثم يكون بعده بعد هلاك ذلك الطاغية الذي مصيره سوت عذاب وسيف دمار ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات ألا من شط الفرات حينما تحدث عن الطاغية تحدث عن دجلة فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة لكنه حين تحدث عن الهنات والأمور المشتبهات تحدث عن الفرات إنها كربلاء الكوفة النجف الحلة الديوانية إلى سائر المدن الشيعية العراقية التي هي في أجواء المرجعية وفي أجواء الأحزاب الشيعية القطبية دقيق النظرة حينما كان الحديث عن الطاغية كان الحديث عن دجلة فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة فأصله من تكريت من العوجة وتلك الأراضي على شواطئ دجلة وهو خليفة مقره في بغداد وبغداد على دجلة لكن بعده انتقلت العاصمة إلى الفرات إلى جهة النجف العاصمة الحقيقية النجف انتقلنا من دجلة إلى النجف إلى الكوفة التي هي على الفرات فتلك الأراضي في جهة الفرات ألا من شط الفرات إلى النجفات بابا الباب من جهة النجفات النجفات النجف وما حولها إلى القطقطانيات القطقطانيات إنها القطقطانة هذه الأراضي التي ما بين كربلاء النجف الكوفة الحلة هذه التسمية معروفة يقال عن أرض النجف أرض النجفات ويقال عن أرض الحلة الهاشمية نسبة إلى العباسيين يقال لها الهاشميات وإلى يومنا يقال لمدينة الهاشمية وما حولها الهاشميات ويقال للغاضرة لأرض كربلاء الغاضريات ويقال للقطقطانة القطقطانيات ويقال للقادسية القادسيات هذه المناطق متداخلة متقاربة هذه المصطلحات مصطلحات معروفة في التأريخ وفي معاجم البلدان أنا لا أستطيع أن أتحدث بالتفصيل عن كل صغيرة وكبيرة ربما الذين يسمعون هذه العناوين في الخطبة لأول مرة يستغربون منها لكنني معتاد على قراءتها في الكتب القادسيات الهاشميات النجفات القطقطانيات الغاضريات ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات ألا من شط الفرات إلى النجفات بابا إلى القطقطانيات في آيات وآفات متواليات يحدثنا شكاً بعد يقي هذه الانقسامات الشيعية في العراق هناك انقسام شيعي واضح في العراق ما بين ما بين مراجع النجف أنفسهم وانقسام شيعي ما بين المراجع والأحزاب الشيعية هذا الذي يظهرونه في الإعلام هذا كذب أساسة وكذب المراجع من أنهم يجتمعون تحت راية المرجعية التي هي صمام الأمان صمام الأمان من جوه هذا الهراء نحن نعرفه هناك انقسام شيعي فيما بين الأحزاب الشيعية القطبية حزب الدحوة إلى كم مجموعة قد انقسام ولا زال ينقسم وينشطر انشطارا أميبيا ما يظهرونه لكم من الاتفاق هذا كذب الساسة وكذب القطبيين حزب الدعوة في كل يوم ينشطر انشطارا أميبيا جديدا المرجعية في النجف الخلاف القائم بين أبساطهم بين المراجع يتأجج تأججا الذين في النجف يعرفون هذه الحقائق الحجد الشعبي منقسم على نفسه ما بين حجد المرجعية وحجد إيران حتى الحجديون الإيرانيون منقسمون فيما بينهم وشعة العراق عموما منها ما يؤيد إيران ومنها ما يرفض إيران ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات إلى أن تقول الخطبة في آيات وآفات متواليات يحدثن شكا بعد يقين ثم تقول الخطبة يقوم بعد حين هناك خلل هناك كلام ساقط هذا الذي يقوم بعد حين هو إمام زماننا يقوم بعد حين يبني المدائن ويفتح الخزائن ويجمع الأمام إلى آخر ما جاء في هذه الخطبة التي تعرضت لتحريف وتصحيف وتقديم وتأخير الذي أريد أن أشير إليه من أن الأحداث هذه تقع في زمان قريب من زمان ظهور الحجة بن الحسن يقوم بعد حين يبني المدائن ويفتح الخزائن ويجمع الأمام إنه قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه الخطبة ذكرت مضامين قرأتها عليكم من رواياتنا رجب شهر ذكر رمضان تمام السنين شوال يشال فيه أمر القاوم إلى آخر ما جاء في هذه الخطبة لا أريد أن أذهب مع كل كلماتها التي تعرضت لاختلال واضطراب بسبب عدم الدقة في النقل وبسبب تحريف وتصحيف حدث فيها وبسبب سقوط بعض العبائر منها لكن الزبدة التي نصل إليها هذه الأحداث تقع في زمان قريب من زمان ظهور الحجة بن الحسن وتلاحظون أن بعض الكلام ينسجم بشكل واضح مع ما جاء في الروايات التي قرأتها عليكم قبل قليل نذهب إلى فاصل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار الإمام البدر المنير والسراج الزاهة والنور السابق والنجم الهادي في غياه بالدجا وأجواز وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار الإمام الماء العذب على الضمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى الإمام النار على اليفاع الحار لمن اصطلع به والدليل في المهالك من فارقه فهالك الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغذير والروضة الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآة الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الإمام واحد دهره لا يدانيه أحا ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب الكتاب الذي بين يدي بيان الأئمة لمحمد مهدي زين العابدي هذا هو الجزء الثاني وهذه الطبعة طبعة دار الغدير قموا المقدسة الطبعة الأولى الفين واربع ميلادي مراد من الطبعة الطبعة الأولى بالنسبة لدار الغدير وبهذه الهيئة وإلا فإن الكتاب قد طبع قبل ذلك حينما يكتب على كتاب الطبعة الأولى يراد الطبعة الأولى من دار النشر ومن دار الطباعة التي قامت بنشره وطباعته أقول هذا حتى لا يلتبس الأمر عليكم لأنني سأحتاج للحديث عن تأريخ تأليف هذا الكتاب بيان الأئمة الجزء الثاني محمد مهدي زين العابدين النجفي الكتاب يتألف من عدة أجزاء هذا هو الجزء الثاني اجتمل على كثير من الروايات والأخبار التي هي ليست معروفة في كتبنا القديمة لكنها تنطبق على الواقع وتأتي منسجمة في بعض جهاتها مع رواياتنا التي وردت في كتبنا الأصلية القديمة أنا لا أريد أن أتعامل مع هذه الأحاديث مثلما أتعامل مع الأحاديث التي قرأتها عليكم من غيبة النعماني أو من بحار الأنوار حينما نقلها عن كتاب تأريخ قم أنا لا أريد أن أتعامل مع هذه الروايات التي سأقرأها عليكم مثلما تعاملت مع الروايات السالفة الذكر لكنني سأبين لكم الغرض الذي لأجله أقرأ عليكم هذه الروايات صفحة 249 والعنوان البيان الثاني والعشرون ينقل رواية عن كتاب جواهر القواني هو كتاب مخطوط هناك من أثار الشبهات على مؤلف هذا الكتاب الرجل بريء من هذه الشبهات التي ألصقت به الرجل صادق فيما نقل وبعض هذه المخطوطات كان عندي منها نسخ مصورة في مكتبتي حينما كنت في مدينة قم بعض المخطوطات التي تحدث عنها ونقل منها كان في مكتبتي عندي نسخ مصورة من تلك المخطوطات الذين قالوا عنه من أنه يفتري هذه الأحاديث أو أنه ينقلها عن بعض الشياطين وبعض الكذبة من الجن هذا الكلام لا حقيقة له الرجل نقل الأحاديث من الكتب على أي حال جواهر القوانين كتاب مخطوط لمحمد باقر اليزدي نقل منه هذه الرواية أنا شخصيا سألته سألته المؤلفة في مجلس جمعني معه قلت لشيخنا هذه الأحاديث اللي موجودة في كتابك هذه الأحاديث أنت متى حصلت عليها في أي زمان ومتى أثبتها في كتابك صدقوني قال لي من أنه حصل على تلك الأحاديث في الخمسينات في خمسينات القرن العشرين لأنه بدأ بتأليف كتابه في ذلك الوقت وسأله كثيرون غيري عن أن هذه الروايات التي تتحدث بشكل صريح عن حكام العراقي وعن الثورة الخمينية الإيرانية متى أنت جمعتها ومتى حصلت عليها فأخبرهم بنفس ما أخبرني به من أنه قد جمع ذلك في الخمسينات فأين الثورة الإيرانية الخمينية في زمن الخمسينات وأين الكثير من التفاصيل التي ذكرها عن العراق في ذلك الوقت هذه المعلومات جاءت من جهة عالمة بالمستقبل بغض النظر من هي هذه الجهة بحسب ما موجود في الكتاب فإن الرواية التي سأقرأها عليكم منقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المصدر جواهر القوانين كتاب مخطوط لمحمد باقر اليزدي الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق تتابعت بشكل مباشر متواصل من دون فواصل من دون قواطع إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد توقعوا توقعوا يعني أنكم في زمان قريب من ظهوره ما قالت الرواية من أن الإمام سيظهر قالت توقعوا التوقع يكون في زمان قريب لا يقول أحد من أنني أتوقع حصول شيء لشيء سيقع في زمان بعيد جدا التوقع إنما يكون في زمان قريب قد يكون قريبا وقد يكون قريبا جدا إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد قطعا الإمام حين يتحدث عن عيون تتتابع في العراق عن حكام عن شخصيات بارزة واضحة وهذا شيء غريب وعلامة شاخصة في التأريخ العراقي الحديد هناك حاكم حكم العراق هو عبد الإله عبد الإله ابن علي الذي صار وصيا على العرش الدولة العراقية تأسست سنة 1921 أتحدث عن الدولة العراقية الحديثة تأسست سنة 1921 أول ملك لها فيصل الأول بعد أن توفي فيصل الأول صار الملك من بعده صار ولده غازي الذي يقال له غازي الأول أيضا غازي في حادث سيارة توفي قتل سنة 1939 في الشهر الرابع في حادثة سيارة قتل الملك غازي سنة 1939 ولده فيصل الذي سمي بعد ذلك بفيصل الثاني وتوج ملكا على العراق كان صغيرا فنصب خاله عبد الإله وصيا على العرش حتى يصل فيصل الثاني إلى السن القانونية كي يتوج ملكا على العراق فصار وصيا على العرش بعد موت الملك غازي صار وصيا على العرش من سنة 1939 إلى أن توج فيصل الثاني لما بلغ السن القانونية توج سنة 1953 في الشهر الخامس إذا لم تخني ذاكرتي في الشهر الخامس سنة 1953 توج فيصل الثاني ملكا على العراق فانتهى عصر الوصاية فصار وليا للعهد الملك لا بد له من ولي للعهد والملك فيصل لم يكن متزوجا آنذاك وليس عنده من ولد حتى ينصب وليا للعهد فنصب خاله عبد الإله وليا للعهد من بعد أن صار فيصل الثاني ملكا وظل وليا للعهد إلى أن قتلت العائلة المالكة في انقلاب 14 تموز 1958 إنه انقلاب عبد الكريم قاسم انقلب على الحكم الملك فعبد الإله كان حاكما لما كان وصيا على العرش ولما كان وليا للعهد وكان هو الذي يسير أمور فيصل الثاني الذي كان صغير السن وقليل التجربة كان حاكما فعليا للعراق لكن الرواية لا تقصده لا تقصده لأن ملك العراق الفعلي هو فيصل الثاني إنما البداية من العين الأولى عبد الكريم قاسم بعد عبد الكريم قاسم من الذي جاء عبد السلام عارف بعد عبد السلام عارف من الذي جاء عبد الرحمن عارف غريب هذا في بلد واحد عبد الإله عبد الكريم عبد السلام عبد الرحمن ثم جاء عفلق نظام عفلق الذي كان يحكم العراق هو عفلق نظام عفلق الذي تجلى في أحمد حسن البكر وفي صدام حسين ما هو لقب عفلق القائد المؤسس هذا هو لقب القائد المؤسس هو قائد العراق بل قائد العروبة كما يقولون وهو المؤسس لحزب البعث وهو المؤسس للنظام الحاكم في العراق عفلق حتى في الزمن العباسي الآن غريب أسماء حكام العراق علاوي إياد علاوي علاوي العبادي عادل عبد المهدي حرف العين موجود على طول الخط لكن الرواية إذا ما قرأنا تفاصيلها فإنها تبدأ من عبد الكريم قاسم العين الأولى العين الثانية عبد السلام عارف عبد السلام عارف هو الذي قتل عبد الكريم قاسم وصار حاكما ورئيسا للعراقي سنة 1963 واخترق في طائرة في الجو سنة 1966 وصار بعده أخوه عبد الرحمن عارف رئيسا للعراق من سنة 1966 إلى أن انقلب البعثيون عليه في 17 تموس 1968 ميلادي وبدأ النظام العفلقي إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد ويحسن حال العلماء هل المراد من العلماء هنا علماء الدين علماء الدنيا علماء الدنيا والدين ويحسن حال العلماء في العين الثالثة إذا رجعنا إلى زماني عبد الرحمن عارف حال علماء الدين وحال علماء الدنيا كان حسنا عبد الرحمن عارف لم يؤذي أحدا ولذلك بقي حيا حتى في أيام صدام فيصل الأول مات وهو في عمر الخمسين بلغ إلى الخمسين ومات الملك غازي مات في السنة السابعة والعشرين فيصل الثاني قتلوه في السنة الثالثة والعشرين عبد الكريم قاسم قتلوه في السنة الثامنة والأربعين من عمره عبد السلام عارف احترق طائرته كان في الخامسة والأربعين من العمر عبد الإله أيضا كان في السنة الخامسة والأربعين من العمر حينما قتلوه عبد الرحمن عارف بقي حيا إلى أن مات سنة ألفين وسبع ميلادي في عمان وقد وصل عمره إلى الحادية والتسعين لم يؤذي أحدا في أيام رئاسته كانت فترة رئاسته هادئة جدا في العراق فحال علماء الدين كان حسنا وحال علماء الدنيا أيضا كان حسنا لأن المشكلة مع البعثيين البعثيون حاصروا علماء الدين من الشيعة وحتى من السنة حاصروا بعض علماء السنة الأعم الأغلب كانوا في راحة من علماء السنة لكنهم حاصروا أفراد منهم وحاصروا علماء الشيعة إلى حد ما حاصروا الصغارة المراجع الكبار كانوا على علاقة حسنة مع النظام البعثي أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية وتفاصيلها وما بعد العين الرابعة إنها عين عفلق وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غما أرض الجبل هي أرض إيران وقد حدثتكم عن هذا في الحلقات المتقدمة قلت لكم إيران أرضها جبلية تكثر فيها المرتفعات من جبال وتلال وهضاب ولذا يسمونها جغرافيا بالهضبة الإيرانية وأرض الجبل تطلق على وسط إيران على منطقة أراك قوم كاشان هذه المناطق تسمى بأرض الجبل تسمية قديمة وتسمى أيضا هذه المنطقة بعراق العجن واللغة الفارسية مخففة في صوت حروفها فلذا يقال أراك إنه عراق العجن هكذا كان يلفظه العرب قديما أما الإيرانيون بحسب لغتهم الفارسية المخففة في جرس أصوات حروفها يقولون أراك أرض الجبل هي هذه أرض إيران وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غم إذا أردت أن أقول من أن أحدا رتب الرواية هذه من عند نفسه فهو نظر إلى شيء غريب في حكام العراق أسماؤهم تبدأ بحرف العين هذا ليس موجودا في بلد آخر غريب هذا عبد الإله عبد الكريم عبد السلام عبد الرحمن إلى أن وصلنا إلى عفلق وبعد ذلك علاوي العبادي عاد العبد المهدي عين في اسمه وعين في اسم أبي غريب هذا لكن الرواية ذكرت أن عيونا أربعة ستكون متتابعة هناك تتابع من دون قطيعة العين الثالث عين عبد الرحمن عارف العراقيون الذين عاشوا تلك الفترة يعرفون أن الأوضاع كانت هادئة جدا في العراق وعبد الرحمن عارف لم يؤذي أحده أوضاع علماء الدين كانت حسن وأوضاع علماء الدنيا كانت حسن كان الناس في راحة إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد توقعوا أنتم في زمان قريب ويحسن حال العلماء في العين الثالث وما بعد العين الرابعة ما بعد عين عفلك بعد أن تكون عين عفلك موجودة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غمة يمكن لقائل أن يقول من أن العين الأولى هي عين عبد الإله والعين الثانية هي عين عبد الكريم قاس والعين الثالثة هي عين عبد السلام عارف والعين الرابعة هي عين عبد الرحمن عارف والذي حكم عبد 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 من عين هوا أحمد حسن عين البكر صحيح أن النظام عفلكي لكن العنوان هو عنوان لأحمد حسن البكر وفي أيام رئاسته بعد العين الرابعة فر ملك العجم متى فر ملك العجم 16 واحد 1979 أو 79 النظام العفلقي في العراق والرئيس هو أحمد حسن البكر هذا الكلام يكون صحيحا وهذا الكلام يكون صحيحا أيضا بحسب الواقع لكنني أرجح الاحتمال الذي ذكرته لكم من أن العين الرابعة هي عين عفلق وليس مهما أن يكون هذا الذي قلته أو أن يكون الوجه الآخر الذي يمكن أن يقال المهم الذي نبحث عنه نبحث عن ظهور إمام زماننا ليس مهمة هذه التفاصيل المهم عندنا أن نقترب من زمان ظهور الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ويحسن حال العلماء في العين الثالثة وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبال ثم يهلك غم قد تقولون لي لماذا ترجح أن العين الرابعة الرابعة هي عين عفلق باعتبار هذه القرينة ويحسن حال العلماء في العين الثالثة هذا الأمر بحسب تاريخ العراق لم يتحقق إلا في زمان عبد الرحمن عارف فإذن العين الثانية هي عين عبد السلام عارف والعين الأولى هي عين عبد الكريم قاسب لهذا السبب بدأت الحسابة من عبد الكريم قاسب لهذا السبب ويحسن حال العلماء في العين الثالثة وما بعد العين الرابعة بعد عين عفلق يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غم مات في مصر مات غمًا وحزنًا على ما جرى عليه على ما جرى عليه من سقوط عرشه وحكمه وعلى ما جرى عليه من قبل دول العالم وخصوصًا من الولايات المتحدة الأمريكية التي ما سمحت له أن يعيش في أرضها طردته حكايته طويلة ليس الحديث عن شاه إيران وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غمًا رجاءً رجاءً اعرضوا لنا صورة عبد الإله هذه الصورة الأولى لعبد الإله ابن علي الهاشمي الذي كان خالًا للملك فيصل الثاني كان وصيًا على العرش وبعد ذلك صار وليًا للعهد الصورة الثانية الصورة الثالثة واعرضوا لنا صورة صاحب العين الأولى إنه عبد الكريم قاسم الصورة الثانية وإلى صورة صاحب العين الثانية عبد السلام عارف الصورة الثانية وإلى صورة العين الثالثة إنه عبد الرحمن عارف الصورة الثانية هذا الذي في زمانه حسن حال العلماء أتحدث عن علماء الدين وعن علماء الدنيا العين الرابعة إنها عين عفلق لعنة الله عليه هذا هو عفلق أتعلمون ما معنى عفلق في لغة العرب إنه معنى قبيح العفلق العفلق هو فرج العجوز الواسع أن نتهني الرائحة هذا هو العفلق في لغة العرب عودوا إلى كتب الأدب واللغة العفلق العفلق هو فرج العجوز الواسع أن نتهن الرائحة القبيح الرائحة هذه هي العين الرابعة الصورة الثانية عفلق عفلق القائد المؤسس نصب لنا البكر رجاء أن اعرضوا لنا صورة البكر هذه الصورة الأولى للرئيس العفلقي الأول الذي حكم العراق حكم العراق من سنة 1968 إلى سنة 1979 حينما صار صدام رئيسا الصورة الثانية للبكر وبعد البكر جاءنا صدام الصورة الأولى لصدام الصورة الثانية لصدام هؤلاء هم العيون الأربعة التي حكمت العراق إلى سنة 2003 العيون الأربعة حكمت العراق من سنة 1958 إلى سنة 2003 ويحسن حال العلماء في العين الثالثة وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبال ثم يهلك غم وبعد العين الرابعة لما تأتي عين عفلاق يسوء حال أهل العلم والعلماء من علماء الدين والدنيا ساء حالهم جميعا البعثيون وما جروا على العراق من ويلات ألا لعنة الله عليهم وبعد العين الرابعة بعد عين عفلاق يسوء حال أهل العلم والعلماء فإذا انقضت العين الرابعة انقضت عند الفين وثلاثة فانتظروا ماذا ننتظر فانتظروا العين الخامسة من هو وهو عثمان ابن عنبسة العين الخامسة إنه السفياني السفياني هو هذا عثمان ابن عنبسة ابن خالد ابن يزيد العشوق السفياني هكذا ورد وصفه ونسبه نسبه يعود إلى خالد ابن يزيد ابن يزيد قاتل الحسين إنه يعرف بي يزيد ابن معاوية هو ابن ميسون ابن ميسون بنت بجدل التي كانت تعشق عبد أبيها حكايتها طويلة ويزيد ويزيد ينمى إلى هذا العهر وتلك النجاسة على أي حال لا شأن لنا بهذا التاريخ وتفاصيله وبعد العين الرابعة بعد عين عفلق يسوء حال أهل العلم والعلماء من علماء الدين والدنيا فإذا انقضت العين الرابعة انقضت سنة 2003 فانتظروا 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 العين الخامسة وهو عثمان ابن عنبسة إذن نحن في الأجواء نحن في الأجواء نذهب إلى فاصل عن داوت ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادقي صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم المثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم المثاق بذلك وإنما السلام عليه تذكرة نفس المثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه ألا تلاحظون أن مضامين هذه الرواية تتعانق مع مضامين الروايات المتقدمة الذكر وتأتي متطابقة مع واقعنا وأنا أذكركم هذه الروايات جمعها مؤلف الكتاب في الخمسينات قبل قبل انقلاب عبد الكريم قاسم فمن أين جاء بهذه المعلومات هذه معلومات لا تصدر إلا عن مصادر الغيب إنها صادرة عنهم الواقع يصدقها أعيد قراءة الرواية عليكم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد توقعوه ويحسن حال العلماء في العين الثالثة وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غمّة وبعد العين الرابعة يسوء حال أهل العلم والعلماء فإذا انقضت العين الرابعة وقد انقضت فانتظروا العين الخامسة وهو عثمان ابن عمبسة العين الخامسة تذكروها هناك سجع العين الخامسة عثمان ابن عمبسة إنه على الأبواب إنه على الأبواب يا ليتنا ندرك تلك الأيام ويا ليتنا قبل أن ندرك تلك الأيام يا ليتنا نمهد لإمامنا فما فائدة إدراكنا لتلك الأيام ولسنا على معرفة بإمام زماننا ولسنا في مقام الخدمة والتمهيد لمشروعه العظيم مساران مساران مسار التعظيم ومسار التقزيم كل هذه المعطيات تدفعنا أن نكون في مسار التعظيم وأن نبتعد عن مسار التقزيم إنه قادم آت إن لم نوفق لإدراك أيامه الزاهرة علينا أن نقوم بواجبنا في هذه الأيام الخطرة هذا زمن عزيز زمن عزيز هذه الفترة فترة غالية غالية جدا لا تفرطوا فيها ستندمون عليها ستندمون إن أدركتم إمامكم ستندمون وإن سبق الأجل إليكم ستندمون هذه فترة عزيزة غالية لا تهدروا وقتكم بتمامه وكماله بعيدا عن إمام زمانكم خصصوا ولو دقائق ولو دقائق لخدمة إمام زمانكم لكنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك من دون أن تعرفوا عقيدتكم السليمة البوابة إلى الخدمة السليمة العقيدة السليمة جمعتها لكم بحدود استطاعتي جمعتها لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك ادرسوها ادرسوها تعلموها لو كنتم في حال دراستها وظهر الإمام فإنكم في مقام أرقى خدمة تقومون بها في التمهيد لمشروع الحجة بن الحسن وقت وقت الحلقة صار طويلا وللحديث تتمة نلتقي غدا إن شاء الله على مودة قائم آل محمد وعلى البراءة من العين الخامسة إنه عثمان بن عمبسة سألكم دعاء جميعا في أمان الله سألكم